موسيقى موسيقى أهلا أحبانا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح في عالم مليء بالاضطرابات الشخصية والنفسية كيف نواجه كيف نتغلب على كل هذه الاضطرابات الشخصية والنفسية عالم مليان في أحداث كثيرة في أخبار من كل أنواع الأخبار اللي بتزعج سواء الأخبار السياسية الأخبار الاجتماعية الأخبار الدينية وعلى يعني فوق كل هذا اللي عم بمر في العالم الجائحة الكبرى اللي هي الكوفيد أو الكورونا 19 وطبعا كيف ممكن خلال كل هذه الظروف اللي منمر في كل أنواع التحديات وكل أنواع الاضطرابات هل ممكن أن الإنسان يتغلب وكيف ممكن يتغلب على كل هذه الصعوبات اليوم أنا بشجعك أنك تشاهد هذه الحلقة لربما أنت تمر في نفس هذه الظروف ومحتاج للمسة شفاء لمسة إلهية ولربما أنت بتمر في ظروف قاهرة من سيء إلى أسوأ الأخبار الحلوة اليوم أنه هاي إلك الأخبار لأن الله بيحبك وأن الله عاوز يعمل شيء خاص في حياتك ابكوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير سأعود بعد هذا الفاصل القصير أهلا أعزائي المشاهدين أنتم تشاهدون برنامج ليك النور على القناة الفضائية قناة الحياة وموضوعنا اليوم في غاية الأهمية موضوع بهمك أنت شخصيا ومهم أنك تشاهدوا وتشجع آخرين أن يشاهدوا هذه الحلقة بعنوان كيف نتغلب على الإضطرابات الشخصية والنفسية يسرنا أن أستضيف صديق غالي على قلبي الدكتور القص نيكولا ياسمين الأسيس نيكولا هو راعي الكنيسة الإنجلية المعمدنية الكتابية في مونتريال وهو هذا موضوعه متخصص في هذا الشيء فهو متخصص في علم النفس والمشورة المسيحية أهلا وسهلا أخ نيكولا نحن مبسطين أنك تكون معنا أهلا فيك امتياز أن نكون معك خيي ومع الأحبة اللي بتابعوك فالرب يعطينا وقت حلو نتكلم فيه مع بعضنا البعض شكرا على دعوتك حبيبي أنت معلم للكلمة وخادم للإنجيل وفي نفس الوقت متخصص في علم النفس والمشورة لما بتسمع العنوان كيف نتغلب على الإضطرابات الشخصية والنفسية هذا بيقودنا للاستنتاج أنه فعلا فيه إضطرابات شخصية وفيه إضطرابات نفسية كخادم كراعي وكمتخصص كيف إذا ممكن تشاركنا شوية عن الموضوع قبل ما نبتدي في الأسئلة حيب أن أبدأ بقراءة آية من رومية رسالة بولوس الرسول إلى أهل رومية ساعة خمسة والآية اتناعش بيقول من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد أي بآدم دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع أخطأ آدم فورثنا منه الخطيئة وبالتالي أخطأنا نحن بالإرادة أيضا أخطأ الجميع واجتاز الموت إلى الجميع تماما فشو علاقة الآية بموضوعنا هو أنه نحن نعاني من عدة أشكال من أشكال الموت لما نفكر بالموت بالمعنى البسيط السطحي نفكر بشخص فارق الحياة ويجري جناس تودفنا لكن الموت لن يأتي علينا بل نحن نعيش الموت وفي طريقنا إلى الموت على عدة أصعدي موت روحي بإعلاءتنا مع الله أدبي وأخلاقي مع ذواتنا وموت جسدي وهذا يظهر بأمراض ومعاناة منها الجسدي ومنها النفسي ومنها الفكري ومنها ومنها الصورة قاتمة للأسف عن بشريتنا نحن أمواتنا تحرك والموت يظهر فينا بأشكال مختلفة تعددت الأسباب والموت واحد عن الموت الجسدي وربما معنويا ينطبق نفس التعبير تعددت المعاناة والألام والمشاكل ولكن الموت يعمل فينا ولكن مع أنه العنوان يقول أسباب الاترابات لكن بأي العنوان وعلاجه هناك علاجات نشكر الله أوقات علاجات طبية أوقات علاجات نفسية وفوق كل علاج مسيحي الذي سنتأمل فيه اليوم طيب نحن في موضوع الحلقة الاترابات الشخصية والنفسية والسؤال الذي أريد أن أسأله أولاً ليه؟ لماذا توجد اضطرابات عند الناس؟ وإذا أوجه السؤال بشكل ثاني ما الفرق بين الاتراب لأنه ذكرت الشخصي والنفسي أو العقلي أيها نحن خاصة أخ نزار بمجتمعنا العربي هناك تعتيم على الموضوع وكأنه عار أو عيب أحياناً لما في عائلة فيها شخصي يعاني مشاكل أو اضطرابات عقلية أو نفسية مرضية خاصة يخبوه ينكروا يسفروه ولكن مثل اللي عم يتخبى بخيال أصبعه وما فيك تتخبى كلنا نعاني بأشكال معينة بشكل مرضي أو بشكل سطحي بسيط وهناك بعض الفرق يصعب اختصاره لأنه نحن ندخل العالم كبير جداً جداً ومع الاكتشافات والتقدم لا تزال العلوم النفسية فيه يعني التطور إذا ما قد يقول بداياتها هناك أمراض عقلية شخص مريض عقلياً ومش عاب مش عاب ويمكن لشخص مريض عقلياً إذا تعالج صح عن الطبيب وتعالج نفسياً صح وروحياً صح معنى إيش تقصد لما تقول مريض عقلياً يعني هناك خلل في عقله في تفكيره في الكيميائيات حاجة جسد يعني حاجة في قد تكون بالورتي جناتك بالجينات تبعه مثل ما مرض القلب مناخده من أهلنا بتقول في عائلتنا هناك مرض قلب في عائلتنا هناك مرض مثلاً للسرطان خاصاً سرطان البروستيت فبصير أبوك عمك فلازم أنت تفحص أكثر من غيرك لأنك معرض تاخدها حتى لون بشرتنا حتى هر الشعر تبعنا نأخذ من أهلنا بالجينات ومنها الأمراض العقلية وهناك العديد من الأمراض العقلية بأشكال مختلفة لكن التعتيم والتخبي والإنكار أنا ما بني شيء ابني ما بي شيء زوجي زوجتي ما بي شيء يعني هل مثل وعنا بيقول لماذا لا نخجل إذا كان عندنا مرض السكري ومرض الضغط ومرض الكوليسترول أو غيره أو غيره ونذهب للطبيب ولأكثر من طبيب ونأخذ الدواء ونقول نشكرك يا رب على الدواء لما نأتي إلى هذه الناحية وكأنه عايب وكأنه عم نقول عن شخص أنت مجنون يعني هالتعبير الفضيعة وهناك أيضاً أمراض نفسية هي غير الأمراض العقلية لأنه تتعامل أكثر مع النفس تتعامل أكثر مع الطباة تتعامل أكثر مع المشاعر هناك أيضاً غير الأمراض النفسية هناك الاضطرابات الشخصية ونريد أن نركز على هذه الفئة أكثر من غيرها لأن هذه لا تخضع كلها تحت إطار الأمراض لأنه شخصية مضطربة تتعامل أكثر مع النفسية وتقسم إلى ثلاثة يسمونه قلستر عنقود ثلاثة أقسام قلستر A, B, C يعني العنقود الأول والثاني والثالث ثلاث أمراض أربع أمراض أو خلين نسميها اضطرابات لأن كلمة أمراض تخيف الناس وربما أحد أحب المشاهدين عنده هذه المشاكل وهو لا يعلم ولكن هناك أنماط من التفكير والشخصية والتعامل التي على أساسها يجري التحليل ويقال لشخص أنت ربما على الأكيد أو ربما في هذه الخانة أو هناك خانتين أحيانا مثل شخص يعاني من الكوليسترول أو كوليسترول والضغط أو الضغط والسكري فأحيانا تتداخل الأمور مع بعضها البعض وهناك صعوبة أحيانا لأن هذه الأمور قد تظهر أكثر ربما تتغير مع الإنسان لأن الأمور الفيزيائية لو كسرت يدي وعشرين واحد عملوا لي أكس راي لإيدي وأريت الأكس راي لعشرين طبيب رح يقولوا لي كل نفس النتيجة الأكس راي تظهر أن يدك مكسورة في هذا المكان لكن الأمور النفسية تتغير أنت ذكرت أنه ثلاثة عنقيد أيها الممكن أن أضح لنا أنا عن بعضها المقدمة لأنه تتغير الأمور النفسية ممكن واحد يكون حالته تدل على أنه في هذه الحالة ويصابة ضغوط في الحياة يصل إلى حالة الأخطر فأول ثلاثة منها حتى ما دخل في الأسماء هي حالات مرضية يعني تحتاج إلى علاج خطيرة إن لم تعالج هنه ثلاثة والعنقود الثالث هن أيضا ثلاثة لكن هي أمور بسيطة منها مثلا ما يسمى OCD Obsessive Compulsive Disorder أي القهري الوسواس القهري هذا الشخص اللي بده يغسل إيدي كتير يتأكد كل يوم مسكر البواب وشبابيك مثلا أو يطفي الضوء 2-2-2 أو 3-5-7 في نمط من التفكير بس هذه الأمور بسيطة لكن اللي هم بالوسط اللي هم صعبين وأراهم في بيوت كثيرة لكن الناس صعب يعرفوا وصعب يعترفوا بوجود هذه الحالات هناك الشخصية مثلا تسمى نرجسية هيدا اللي شايف حقه وشخصه كبير مش بالمعنى البسيط فلان نرجسي لأنه بحب البصح له أو لأنه شايف حاله أيوة شايف حاله أنه أكثر من هيك حالة عصبية يشعر بأنه رأيه مهم شخصيته مهمة لازم يعتبر لازم الكل يسمع له إذا ما سمع منه بهاجم أتناكس باك وغيرها وأكثر شخصية التي يصعب علاجها هي الشخصية التي تسمى الحدية بوردر لاين على الحدية مش بمعنى الاحتداد ولكن معنى الحد الحدود على الحدود فهذا الشخص دائما متوتر يشك فيه دوافع الآخرين يخاف أن يخسر الآخرين يخاف من العزلة أو يخسر محب وحتى ما يخسروا بهاجمه فبيخسروا فهو بيعمل الشيء ونقيده في نفس الوقت ونقيده فيه ناس منها فيه الشخصية التي تسمى هستيرية مش بمعنى المهستر ولكن هذا الشخص الذي يهمه رضا الآخرين فكلمة حلم الآخرين ترضيه وكلمة حلم الآخرين تشعروا أنه أنا لا معنى لوجودي أنا مكروه أنا أنا فشوف أنا بطرح بعض الأمور الصغيرة البسيطة وتحت كل خانة هناك خانات وأشكال مختلفة لنشوف أنه أحيانا الأمراض أو الاضطرابات الشخصية أو العقلية أو النفسية أو العاطفية أو أحيانا تكون مشاعرية اموشنال ديسوردرز في عندك مانتل سيكولوجيكو برسنال اموشنال ديسوردرز هذه ليست ضرورة يكون شخص عنده أي حالة من هذه لكن بسبب ظرف معين أو صدمة معينة حرب خوف اغتصاب فقدان حبيب بصير معه اكتئاب في ناس بسمون بيقولوا صار معه احترق هاي مثل مثل الاكتئاب لكن أكثر في مجال العمل الناس اللي بيعملوا بيعملوا بالآخر بيوقع الانكزايت هو المرض النفسي الأول الأكثر شيوعا في نورث أمريكا القلق القلق عند النساء أوقات بقولوا لا أكثر هو الاكتئاب لكن عموما القلق من مننا لا يعاني من القلق ومن الهم فهيدي مش أمراض لكن حالي ممكن إنسان يوقع نتيجتها وأوقات محتاج أنه يفكر يشوف ليش وقعت يغير ظروفه لحتى يطلع منها وأحيانا بيحتاج الإنسان لبعض الأدوية ضد الكآب أو بيسموها تعدل المشاعر فمش غلط مش عيب إنه الإنسان يلجأ لعلاج لكن العلاج بالدواء لا يكفي مثل شخص مثلا عنده سكري فإذا أخذ دواء للسكري لا يكفي وليزي موقع في أكل السكر فلازم لاتنين مع بعض نفس الشي إذا فيه هيجان في الداخل وإكتئاب المكتئب ممكن يفكر بالانتحار مش ضروري يعملها لكن يشعر لا معنى لوجوده ولا لحياته وتأثر على كل علاقاته فإذا كان وصل للحالة المرضية والطبيب يقرر لازم يأخذ الدواء لكن دائما علاج المسببات ونمط الحياة العملية والروحية هي اللي بتساعد الإنسان يرجع يطلع منها إذا كان الإنسان عنده مرض مزمن مرض عقلي أحيانا هذا الدواء يساعد على تعديل تعديل واستقرار الإنسان لكن عندما يوقف الدواء يرجع لأنه موجود فهي علاج مدى الحياة وهذه الأمور ليست نفس الإنسان يقررها وياها ما شفت أشخاص يقول أنا خدت الدواء أنصرت كثير منيح لكن لا أريد أعتاد عليه وقررت وقفه هذا الإنسان يؤسس لانتكاسة أخرى بدون ما يرجع للطبيب يقول لحواليد لا يوجد أنت تقرر هذا الموضوع في أطباء يبالغوا بإعطاء أدوية كثيرة ولها تأثيرها السلبي لكن لا تقرر من زادك لأنه تصير نكسة أوقات أصعب من الحال دعنا أصيغ السؤال بشكل ثاني حكيت عن الفرق بين الإضطراب النفسي العقلي والشخصي هل المؤمن يمرض نفسيا أيضا السؤال كثير مهم وكثير حلو ووجهت هذه الصعوبة مع عدة ناس في شخص يعرف الطبيب يعني عمل دياغناصيز تخمين لحالته أنا أعتذر أوقات أفتش على الكلمة التقنية في العرب التشخيص أنه عنده مرض الفصامي فأخذ الدواء لوقت معين وكثير من حوله أنت مؤمن ما يجب أن تأخذ هذه الدواء أنت ابن الرب اترك هذا الدواء وترك الدواء وأصيب بحالة انهيار كامل استدعاه المكوث في مستشفى الأمراض العقلية النفسية لأشهر بعدين لما طلع كان يأخذ أدوية كثيرة تسبب له كثير أمور مزعجة لكن كيف أنا مؤمن أصاب به المرض وكنت دائما أسأل هذا الشخص أبوك عنده مرض القلب نعم هل لازم يخجل يأخذ مرض القلب لا هذا الدواء هذا أمر مختلف فيها استجما في هذا التصور يعني أكيد ليس غريب عليك كراعي أنت كأسيس أنه كثير مرات بيعتبروها مرض روحي والبعض الآخر بيروح للإكستريم لتطار أنها ضربة شيطانية أو لازم تخرج الشيطان منه أو كده لكن هذه حالة أنت تتكلم عنها المهم هذا شخص كثير من أصدقاء ويشعرون أنه شي طبيعي أبوه يأخذ مرض القلب وإمه مرض لمرض الضغط وآخوه لمرض لكن حتى إلى أن الله أعاني ومش دايما بنجح بهذا الأمر أنا أو غيري أني أقنعه أنه يغير نظرته للدواء من عدو إلى صديق فلما قبل الدواء كصديق وفهم أنه المرض العقلي هو بسبب جينات فيها خلل أو كيميائيات عدم التوازن فلما يأخذ بانتظام الدواء تخلص من أربع أصناف الأدوية الثقيلة والدواء البسيط الذي وصل إلى أقل معدل معين وهو لسنين يعمل حياته طبيعية فرحان بالرب وفرحان بحياته فتمنى أنه الفكرة أنه إذا كنا مؤمنين بإمكاننا أن نمرض أي مرض لكن يجب أن نطرد الأمراض النفسية وأن هناك ناس ينتهروها كشيطان أأمرك أيها المرض يا أخي المرض منه شخص ليؤمر هو حالي أو أقات الله يتدخل ويشفينا بحالي معجزي ورأيناها مرات كثيرة وأحيانا الله يتدخل من خلال هذا الطبيب أو هذا العلاج ويجب أن نأخذه بشكر وشكر للرب وشكر للطبيب ما هي مسببات الإضطرابات النفسية مسببات عديدة وكثيرة ولا يمكننا بالحقيقة إحصائها أعطيك على سبيل المثال مثلا عامل الوراثة كما قلت أحيانا تشوف في عائلة في اكتئاب مرض اكتئاب نشجدة للعمة للأم للأب وهذا يجوز على اتنين يعني ساق مؤمن أو غير مؤمن نحن بشر يعني نحن بشر نحن مؤمنين بشر مصرنا أنصف آلها أنا رح نشوف بعض بالعلاج كيف أن الله يعمل في حياة المؤمن بشكل رهيب وعجيب أكثر من حياة غير المؤمن ليس لأن هذا أفضل من ذاك ولكن لأنه أسلوب العلاج هنا يختلف عن أسلوب العلاج هناك لكن هناك أيضا صدمة ترومات بحياة ولد أو بنت تعرض للتحرش أو الاغتصاب بعمر مبكر خاصة من فترة مستمرة وخاصة من شخص قريب وأنا بدي أقول للأهل ما يكونوا نييف ما يكونوا مغفلين بسطاء سادة سادة نحن شو منقول للأولاد انتبهوا من الغرباء انتبهوا في المدرسة انتبهوا من الأولاد انتبهوا من واحد من كل الأربعة في نورث أمريكا ويمكن نسبة متشابهة في أماكن أخرى من الناس والآن ربما النسبة تغير للأسوأ تعرض للتحرش الجنسي في عمر الطفولة عمر طفولة من عمر 13 ومدون تعرف من هي بنسبة 79% ممن يتعرضوا للتحرش حدا من العائلة حدا من الأقرباء حدا من أصدقاء الأقربين للعائلة فبينهم أنه نحذر أولادنا من الغرباء التحرش يتم في البيوت فالولد اللي خاصة من حدا من الأهل أو حدا من الأخوة الأكبر منه أو أكبر ونحن نفكر دائماً البنات الأولاد الصبيان يعني الذكور يتعرضون لتحرش الجنسي من ذكور أكبر منهم بنسبة فوق أحياناً البنات في دوائر معينة فهذا الولد يعيش يحمل هذه الألام معه كل حياته ولما يتزوج إذا ما عالج الأمر يكون فيه نوع من الخلل والست يعني تخاف من زوجها أو تنظر إليه وكأنه إلى آخره عنف الحروب يعني أرى الأولاد اللي أخدوهم مثلاً دواعش وإلى آخره وعملو لهم غسل دماغ وعطوهم سلاح روح يقتلوا أهلهم لأنهم كفار مثلاً هيدا شو بدي يطلع لما إذا ما تدخلت نعمة الله في حياته أدرك فهيدا جروح نحملها مدى الحياة للأسف فيه شخص حبيب مؤمن خارم للرب طيب بركي لي عمره فوق 80 سنة يخدم الرب محب قال لي لحد هلأ بوع في الليل مذعور لأني أحلم أنه أبي حامل العصة وراكد وراي اللي يضربني هيدا كان يصير هو صغير بسبب عنف أبوه غافر لأبوه أبوه صار في الدنيتان لكن الأمور باليقظة فيك تطردها أنا أريد فكر هذا التفكير لكن أنت ونائم موجودة أمور موجودة فينا الله يعطينا غلبي يعطينا نصر عليها لكن أحيانا ترافقنا هناك نشأة اجتماعية معينة بتعلم الناس أنه مش بتمردهم لكن تقول مثلا نشأة تقمع النساء مثلا فهالنساء معرضين أكتر من غيرون يعان يعانوا الاكتئاب ويعانوا القلق ويعانوا بعض الأمور خاصة تعرفوا للعنف الجسدي هناك ضغوط الحياة العصرية التي نعيشها يلي الإنسان ارجع بس ستين سبعين سنة لورا قبل الميديا وقبل الكهرباء وقبل مئة سنة و حياة الإنسان كانت بسيطة الرجل يعمل في الحقل الأمرأة تعمل في البيت الأولاد يساعدون إما في الحقل إما في البيت لأن المدرسة كانت سنة سنتين ثلاثة مش الكل يتعلم المسا يتعشوا مع بعض ويطفوا الأنوار ويخلدوا إلى النوم لا ضغوط الميديا ولا كل هالأمور ولا الشغل والسهر والركض وبدنا ننجز وكل المصاريف وكل التأمين وكل الفواتير هذه كلها ضغوط علينا لأحيانا الإنسان لسبب استعداد عنده أو عنف الضغوط يقع في مكان معين خذ إضافة إلى ذلك صدمات الحياة خذ إضافة إلى ذلك العنصر الروحي اللي هو الخطية ونتيجة القطية الذنب بس خذ هوا الشغلتين مثلا إنسان يسرق يختلص من عمله عايش بخوف مستمر عايش بقلق مستمر إن يكشف أمره وإن كشف أمره طرد من عمله ربما راح إلى المحكمة حكم بسجن أو تعويض مالي وإذا عنده ضمير الشعور بالذنب إذا حدا مدح وبيقول له أنا أهنئك أنت إنسان مخلص بيقول له شكرا لكن من جوا بيقول أنت يا حقير يا ممثل أنت السارق اللص أشكر الله إنه ما بيعرفوك أنا في واحد قال لي أنا بيقف دين مراي لمشت شعري بيطلع فقط على شعري لأنه ما عندي جرى أتطلع بعيوني بالمرأة لأنني أشعر بالخجل من نفسي شعور بالذنب شعور بالقلق فهذا الشعور بالذنب أخذنا السارق هو أمر بسيط لأنه منفصل على الإنسان خذ الذي مثلا يخون مرته بيجي عند مرته أنت حبيبة أنت حبيبة بقلبه أنا إنسان خائن أنا أشكر الله أعطاني إياك زوج مخلص هذا كل ما مدحته كل ما شعر بالجرح أكتر لأنه في داخله في هذا الجهاز الذي اسمه الضمير عم بوجه إصبع الانتقاد والاتهام له ويقول له أنت لست كما تظن كما يظن وهذا بيخلق كل أنواع رديت الفعل وكل أنواع الغليان الداخلي فالمسببات كثيرة كثيرة جدا بالإضافة إلى ضعف ما بيكون موجود عند الإنسان شوف مثلا الناس الذين يعانون الفوبيا وهي عشرات الفوبيا الفوبيا أي الهلع أو الخوف الذعر الخوف من الحشرات الخوف من الكلب الخوف من الظلمة الخوف من الارتفاع من الأفعى من 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 الطيران الخوف من الحيوانات وقات الخوف من أشياء تضحك مرة في ست عندها خوف من الألمانيوم راب هيدا الألمانيوم بس تشوفه أو تسمع صوته تنفجر بالبكاء هذه علاجها أسهل من غيرها بس أدي عنا مخاوف أحيانا طبع الإنسان ما حكينا عن الطباع هناك أربع أو خمس طباع أساسية إذا حدا يهمه في كتاب لا تم لهي أديم اسمه الأمزجة البشرية وقدرة الله يتناول موضوع بشكل بسيط أربع أو خمس أخوة بالبيئات يتعرضوا لنفس المشكلة واحد ينتصر عليها وواحد يقع تحتها لماذا؟ ليس لأن هذا أقوى وهذا أضعف وهذا أذكى وهذا أغبة لكن في شخصية جريئة صلبة في شخصية عاطفية في شخصية ناعمة طرية في شخصية انطوائية فأنا تفاعل بطرق مختلفة ولكن كل إنسان مننا لابد في وقت الأيام من الأوقات يتعرض للإتراب إما المشاعر إما الشخصي إما النفسي إما العقلي بنسبة مختلفة فخلينا نكون متواضعين يقول له يا رب رحمنا أنت شافينا أنت تعطينا السلام والرب قادر أن يشفي أكيد أكيد ويعني لازم ندخل على العلاج كمان بس أحب أعطي فرصة للمشاهدين إذا أنت محتاج للصلاة محتاج لرعاية محتاج حد يوقف جنبك ممكن ترفع سماعة التلفون وتتصل أو تواصل معنا عن طريق الفيسبوك ودائما منحب نسمع منك وتأكد أنه في جيش من المصلين اللي بيرفعوك وبيهتموا فيك شخصيا سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 أهلا أحبائنا المشاهدين حديثنا في هذه الحلقة مع الدكتور القس نيكولا ياسمين كيف نتغلب على الاضطرابات الشخصية والنفسية أيضا أخ نيكولا قبل ما نفوت على شو هي العلاجات المحتاجة بس بلاحظ من خلال الخدمة أنه في كتير ناس بتيجي ليسوع المسيح وبتآمن بس مع إيمانها جايبين أو حاملين سيمترلة كبيرة من باكج من الماضي فهل العلاج هو بس في الخلاص ولا كتير مرات أن هاي السيمترلة الكبيرة من الاضطرابات اللي جايبينها معها بتأثر على نموه على نضوجه على تعامله مع الآخرين يعني كيف ممكن نتعامل شوف أخي المحبوب ومشاهدين الكرام في حالات معينة اللي الله تدخل بطريقة معجزية أنا رأيتها لابد أنك رأيتها مرات تير لما إنسان يأتي إلى المسيح رب يعطي شفاء كامل لكل الإنسان ترى إنسان جديد بكل معنى الكلمة على كل الأسعاد فيتدخل الله بطريقة معجزية لكن المعجزات هي دائما حتى في الكتاب هي ليست النورم ليست النمط الطبيعي هي الاستثناءات بعض أحبائنا اللي بركزوا كتير على أنك إذا أنت مؤمن يجب أن تكون شافي معافة بالكامل من أي نوع ضعف أو مرض من أي نوع هذا ليس صحيح إذا نطلع على الكتاب المقدس في مرحلة معينة بأيام موسى وإشوه حصلت معجزات مرحلة ثانية على أيام إليا وأليشة حصلت معجزات مرحلة ثالثة على أيام الرب يسوع بالرسل حصلت معجزات في مرحلة رابعة في الضيق العظيمة بيقول بيوئيل اتنين سيكون في مرحلة معجزات خارجهو ثلاث مراحل على مدى ألاف سنين من التكوين إلى أيام المسيح لو أحصيت كل المعجزات خارجه ثلاث مراحل على مدى أربعة ألاف سنين تكاد لا تكون أربطاش أو خمسة عشر معجزة فقط إذن الله يتعامل مع طبيعة البشر ومع نمط الحياة الطبيعية والمعجزة هي ليست الواقع النمطي وإنما الاستثناء ويستطيع الله اليوم أن يعمل معجزة ويشفي لأجل ذلك نصل لأجل شفاء الناس أكيد لكن لن نتوقع بأنه كل حالة تشفى بهذه الطريقة ولكن لو قلنا أنه المسيح يتدخل ويشفي أمراض الإنسان بالكامل فنتسأل هل الإنسان هو فقط روح؟ الإنسان هو روح ونفس وجسد في بعض يقولوا الروح والنفس هي شيء واحد لا سأدخل بهذه التفاصيل لكن حتى اللي يقولوا هي نفس الشيء لكن نستطيع أن نصل هذه الروح عن الروح العلاقة مع الله والروح أو النفس بمعنى المشاعر والعواطفة لكن لنقول أنه الإنسان هو مركب من هذه الثلاثة مثل طاولة لها ثلاثة أرجل لو أنت ضربت أي رجل من هذه الثلاثة أرجل ستقع هذه الناحية وستقع معها الناحيتين الثانيتين فلن نفترض هذه الطاولة قائمة على الجسد والنفس الروح سقطت الروح الإنسان وقع بسبب خطيته وذنبه والضمير تعبان ستقع الروح لكن النفس ستهوي والجسد الأعصاب والنفس والفكر والجسد الصحة والرزاني لو الجسد وقع تقع اثنين لازم ننبع لهذا الموضوع ولما الإنسان يأتي معاني يكون معاني على كل الأصعدة فإذا كانت علاقته مع الله سيئة علاقته مع الناس تسوق قراراته تصير غير حكيمة وغير متوازنة وبالتالي جسده يتعب ويمرض وإذا إنسان التعبان جسديا مريض جسديا وما عم بعالج نفسه نفسيته بتتعب وبالتالي وينك يا رب وليش تركني لأجل ذلك يجب أن نعرف دائما أنه ثلاثة مترابطة وليس نعرف ماذا الذي سبب سقوط الاثنين الباقية هل مشكلته؟ سوري بشانيك رسول بولوس صلاته كان ولتحفظ روحكم ونفسكم وجستكم كاملة كاملة أمين فألا بيتعمل مع الهولنس تماما فأول سبب واحد بيقول مثل أي طبيب بيروح أنت عندك سكري ما الذي سببه ميراثة أكل السكر عدم الحركة لازم نعرف شو السبب مع العلاج لازم نعرف هالشخص مشكلته صحية جسدية مع مبنام مع مياكل لأجل ذلك انهار عالمه الآخر أو مشكلته نفسية مرضية أي اضطرابنا اللي حكينا عنه لسبب انهار عالمه الآخر أو مشكلته روحية غير حكيم روحيا يأخذ قرارات ليست في طاعة الله علاقته مع الله مخروبة فبالتالي علاقته مع البشر مخروبة لما الإنسان يأتي إلى الله رب يخلص أرواحنا ويفتدينا ويعطينا نظر جديد في الحياة لكن هذا لا يعني أنه بطريقة تلقائية شوفينا على كل الأسعدة هذه كما قلنا هي الاستثناءات المعجزات وليست لأجل ذلك لو أنت بدك تقود السيارة من مدينة ألف إلى مدينة ب بعيدة ساعتين باتجاه الغرب وانت لسبب من الأسباب اتخذت اتجاه الشرق لمدة ساعة واكتشفت أنك غلط واعترفت أنك غلط وأخذت اليوترن هذا لا يعني أنك ستقفز مباشرة وتصير في المدينة ب أنت لازم ترجع إلى المدينة ألف وانا تمشي باتجاه مدينة ب بس المهم أنك تدرك أنك على خطأ تدرك أن السرعة والاتجاه خطأ وتوقف وتعترف وتأخذ اليوترن وبعدين فيه طريق للعلاج لذلك هناك خلاص يعمل المسيح في حياتنا لكن فيه وقت يهذب فيه أرواحنا وتفكيرنا وأولوياتنا وماضينا كمان وماضينا وشخصياتنا وبالتالي علاقاتنا وفيه ناس بيضلوا كل عمرهم نلقانين على اليوترن أو برجع لنقطة الانطلاق لكن قلائلهم الأشخاص اللي بيعيشوا حياة التقديس بطاعة الرب والرب غير ناس أول مرسل أرسلوا المسيح أول مرسل أرسلوا المسيح على السيفي تبعوا كان مكتوب نقطتين شو خلفيتك مجنون سكنك قبور مسلكك عريان مجرح نفسي وللآخرين لأضبط الرب غيروا طرد منه الشياطين وأرسلوا مجنون كورة الجدريين فيه تغيير أحيانا جزري وفيه أحيانا تغيير يبدأ المسيح العمل عليه ولا ينتهي بنا إلا حين نغادر هذه الحياة وهذا حياة النمو حياتنا يعني المفروض حتى نكون مشابهين صورة ابنه فهذا بروسس أيوه لكن فعلا فيه ناس بالخدمة منشوف فيه ناس بتتغير وبيتغلبوا فيه ناس جايبين الماضي معهم فمحتاجين شغل صحيح ونحن دائما لازم نخلي أمامنا صورة إلى أين نريد أن نصل أن نصل أنا كنت روح على الجيم معظم الأحيان روح على بسكليت بسكليت الاتجاة أو هذا الاتجاة أو هذا الاتجاة في الغرفة تبعهم إما هناك التيفيي شاشة وإما هناك صورة لأرنولد واقف وبيتلاقي عن طلع فيه وعم يشتغل وعم يشتغل وكأنه عن بقول أنا بحب يصير مثل هذا الشخص لو نظر لإلي ما عنده كتير محرد أنه شوف حاله أحسن مني يكتفي بس دائما أمامه هذا الشخص الفضيع نحن أمامنا صورة المسيح مش بشكله ما بنعرف شكله ومش مهم مثل بعض الأديان قرأت كتاب تبعهم الحديث يقرؤون كيف دخل النبي إلى التولات كيف نظف نفسه وبأي رجل وبأي نتجه وبيحاول يقلدوه السلفي المزمى المتفجي أنا لا يهمني المسيح كيف دخل للتولات لا يهمني أبنا أن يهمني كيف أدخلني إلى السماء لا ومع شخصيته أربياته صفاته تماما حياته أفكاره مش شكله كيف كان يفرق شعره على النص أو على جنة طويل أو قصير ودقنه لو المسيح كان يعيش في أيامنا لما عاش ولبس كما لبس يحنى المعمدين من 2000 سنة أنا أظنه كان يلبس تي شيرت والجينز لأنه كان بسيط ويذهب إلى السوق يتعامل مع هالناس المحتاجة شخص وفكر فلما نحن عنا مثال أعلى الشوبي التسوق والسيارة أكثر حداثة والبيت الأجمل والأكبر والممثلين والفنانين ويذهب إلى السوق سأطعب كما هم تعبنين وأنهار ما عم بتهمهم بشيء سيء لا ولكن الناس اللي يعيشوا بحالي من الشهرة يعني بيكون تحت ضغوط كثيرة وحياتهم كثير منهم صعبة لكن لو أنا كان مثالي المسيح وابتدأت في الرحلة معه المسيح سيعطيني سلامه قال سلاما أترك مع الصليب حملنا الصليب لكن مع الصليب قال حملي هين وخفيف ليلة نصرت عم تتألم لكن لأجل هدف نبيل وسامي وأبدي وإلو معنى وراقي ونظيف وطاهر ولا ستتألم بس لحتى تسابق العالم مثل بقوله بالإنجليز راتري السبق الجرذان على الجبن اللي تناتشها هذا ورح نحكي فيه ما بعد إذا شاء الرب في حلقة عن الضغوط عن الضغط والإجهاد طيب أنا يعني كانت سألت عن العلاجات المتاحة هل في فرق بين العلاج النفساني العلماني والعلاج النفس المسيحي هذا السؤال في غاية الأهمية والسب هو التالي في كثير علماء نفس مسيحيين يرفضون أي تقارب نفسي ساكل العلماني لأنه بيعتبروا أنه هذا أمر ليس من الكتاب أنا أحترم كل شخص بأي تفكير لكن أقول الكتاب لا يذكر شيء عن أمراض القلب ولا الفالج ولا السكري فلماذا أقبل البحوث الطبية لكل الأمراض ولا أقبل البحوث الطبية للأمراض النفسية والعقلية هذا جهاز في جسمي جهاز العصبي والكيميائيات مثل أي جهاز آخر الكتاب المقدس ليس كتاب طبي وكتاب روحي طبي روحي سنتعامل مع الموضوع فيها هذا على التطرف الأكسريم التطرف الثاني لما أنا بقدم نفسي للناس كراعي كنيسة آه لنشرف لما أقول أنا مثلا أنا عندي دكتورة بيعلم نفس واو كأن هذا شيء أسمى بكثير شو يعني علم النفس سايكولوجي لوجي بتعرف بتحط لوجي يعني العلم العلم سايكولوجي وأي اللوجي بالسايكو هي كلمة يونانية بسيخية بسيكولوجي بسايكولوجي بسيخية أي النفس النفس فمن هو الذي خلق النفس الله فخالق النفس هو الأجدر بإصلاح النفس فإذن هناك نواحي اختبارية مجهرية بالمختبر بالمختبر بالستاتيستيكس بالمراقبة بالمراقبة نعرف أنه الناس اللي بيتصرفوا بهذا النوع من الخلل تسمى حالتهم كذا أو كذا أو كذا ولكن أحيانا كتير بقولوا أنا رحت عند عالم نفسي مسيحي بدي عالم نفسي مسيحي أو مستشار مسيحي شو يعني مسيحي يعني هو مسيحي أو مؤمن هذا مش علاج مسيحي لازي يكون المعالج مسيحي ويكون العلاج مسيحي. وأنا برأيي نحن نحتاج الاثنين. للناحية الطبية الفيزيائية العقلية العصبية محتاجة إلى الدواء. ونشكر الله لأجل الأطباء. لأجل الباحثين والمختبرات. أكيد فيه عداف مالية أحيانا. ولكن هذا لا يكفي. ورح أرسم خط شرخ كبير بين الاثنين. تكلمنا أين يتفقه. الأمور الاختبارية الأمور الإحصائية لكن أين يختلفه؟ هو للأسف هنا. للأسف معظم علم النفس لا يعترف وجود الله. التي بسيطة. لا مش بسيطة. لأنه وقت لما تختار الخيار A يقودك للخيار B. لما الله لا موجود إذن أنا لست مخلوق. إذا لست مخلوق إذن أنا لست على صورة الله ومثاله. لا يوجد باترن. لا يوجد أرنولد قدام هو يرسم أرنولد تماما. إذن أنا مخلوق. أنا سبيشيز. أنا فئة من المتطورات. آخرها كان القرود. إذن لا يوجد خطية. إذن لا يوجد خطية فإذن أعمل ما تشاء. أربعة إذن لا يوجد مقياس للعلاج. لأنه لا يوجد حق مطلق. ما هو حق لك قد يكون غير مقبول لي. وما هو حق بالنسبة لي. ما هو الضرورة يكون. فأنت مصدر الحق. إذن العلاج يأتي منك. العلاج النفسي والتفكيري. نحن نعرف هذا ضد كل ما يقوله الكثير المؤدس. أنه يوجد خالق. خلقنا على صورته ومثاله. يوجد قصد وهدف. يوجد باترن. مثال أعلى. يوجد حق. يوجد مشكلة اسمها الخطية. ويوجد علاج اسمه طريق الله. الحق هو من خارجي وليس مني. هذه النقطة المهمة. كنت أتعامل مع عائلة ليس من زمان. والرجل ليس مقتنع بالنصائح الرعوية. إذن يريد أن تذهب عن طبيب نفساني. روح. جرب. روح عن طبيب نفساني. فرأى عن طبيب نفساني. هو يعاني من بعض الصعوبات. مثل بكتار من البيوت. وهذا ليس قافة. ليس مصيبة. مصيبة إن لم تعالج. مع زوجته. خلافات على أمور مالية. ربما على أمور حياتية وغيرها. باختصار هو لا يشعر أن زوجته تعطيه الوقت الكافي والاهتمام الكافي. حتى نبقى بالعموميات. ذهب إلى طبيب نفسي. غاب جمعتين ثلاثة. بعدين. زارني. خير إن شاء الله. قال لي ذهبت إلى الطبيب النفسي. استمع عليه. وقاته بيشعروا بهذه الأيام. الكانسلور. ساكلور كانسلور. يعني العلمانيين. إنه غير أخلاقي أنه يعطوك نصيحة. لأنه مين أنا اللي يعطيك نصيحة؟ يجب النصيحة أن تأتي منك كمريض أو معاني. استمعت له وسمعت له وسمعت له بالآخر قلت له أمامك ثلاث خيارات. إما أنك تطلق. إما أنك تتقبل الحالي. وإما أنك تبدأ تبحث عن أمرأة أخرى لحاجاتك. وتكمل مع زوجتك ويكون زوجتك في البيت وأمرأة أخرى لأمور أخرى. هذا أنا لا أحتقر وأستخاف بمعلومات الطبيب النفسي. ربما عنده أكبر الشهادات ونحترم. لكن ما في علاج. لو نفس الشخص أتى بنفس الحال إلى معالج مش ضروري يكون عنده ماجستير أو دكتورة. كانوا بالزمنات عند من يروحوا أخ نزار؟ قال الحدثات إذا عنده المشاكل لمين يروحوا؟ عند المسنات. عند الماما. عند العجائز. يلي حفظت الإيمان. يلي غسلت أرجو القدسين. يلي استضافت الغرباء في بيتها. يلي سلكت الصدوك المسيحي. هي بتعلمها. أوقات تير منفكر بدنا الشهادة الكبيرة فوق رأسه للشخص تقي وحب الله عنده حكمة روحية تتجاوز بأضعاف. ليه؟ لأنه عنده المصدر الصح اللي هو كلمة الله اللي هو شفاء وعلاج لأرواحنا ولنفوسنا. لما يجل عندي هذا الشخص أكيد لازم نحكي معه نحكي مع زوجته الأمور الخطيئة اللي عم يعملوها. يعني لما الزوج مثلا أو الزوج لا يهتم بشريك حياته ولا يعطيه الوقت الكافي يركز على نفسه هذه الأنانية. بينما الزواج هدف الزواج أنا دائما لما تنام بني يتزوج وبيعود أنوياهم لإعدادهم للزواج. وأسألهم هذا السؤال بعبارة وحدة ما هو هدف وقصد الله من أنك تكون زوج لفلان أو زوجي لفلان. أنا سمع أمور تيري لكن أن أجعل شريك حياتي أسعد إنسان مسيحي في العالم هذا واجب الأول. أف لأن معظم الناس بتقول له ليش اخترت فلاني لأنها تشعرني بالمحبة ولأنها تستطيع أن تكون أم أولادي ولأن تحتو أنا مع من دولة نحن أنانيين ماذا لو رب أعطاك واحدة لكي أنت تسعدها وتشعرها وتحملها وربما عندها نقص لكي تكمل نقائسها فبنقول تابو ماذا عني لو هو طبق نفس الشي أن يعيش لإسعادي وأنا أعيش لإسعادي ونكون لتنين مرتاحين لكن أكيد العلاج ليس بالطلاق كثير من الناس يقولوا لو عرفنا كلفة الطلاق لعدركنا أن كلفة العلاج والمصالحة كانت أقل بكتير لا يتحدث عن الكلفة المالية فليس في الطلاق وليس في الخيانة ولكن بالقبول والصبر والنعمة والمحبة والعطاء والسند والرفع والسابق وانتظار الله فإذن العلاج مختلف ليس لأننا أذكى من غيرنا ليس لأن المعالج أو الراعي أو العجائز أذكى من الآخر لا ولكن لأنه حين نرفض الله إذن نحن نرفض المشكلة وهويتها وحين نرفض المشكلة وطبيعتها يكون العلاج غير ناجز لو أنت رحت عند أفضل طبيب بالعالم لكن يعني قال ظن أنه عندك مشكلة بالقلب بينما أنت عندك مشكلة في الزبزبات الدماغ أي علاج يعطيك إما قاتل إما غير نافع فتصور تصور المشكلة هو المفتاح لتصور الحل يعني أنت لمست تقريبا شيء معين عن السؤال كنت تعاوز أسألك فيه عن الحلول الكتابية المسيحية لأنه هذا وغرض البرنامج طبعا نوصل يعني رسالة الرب ففيه أكيد حلول كتابية للإضطرابات النفسية فيه حلول كبيرة بكبر هذا الكتاب لأنه كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا لأنه ليس بالخبز وحده ويحي الإنسان بل بكل سفر لا بكل إصحاح لا بكل آية لا بكل كلمة تخرج من فم الله ياما أنا أعرف عن حياة الشخصية كنت مضطرب مهموم منزعج وقرأت أي كلمة في كلمة الله بحالة معينة اجتازها فلان أو تعليم وشعرت وكأن الله يعني أكبر إنجاكشن أكبر إبرة مهدئ أو غيره ما بتعمل عمل هذه الآية فإذن الحل إذا كان جسدي إذا كان مشكلة هذه الطاولة الرجل اللي انكسرت جسدي لازم عالج جسدي ممكن يكون بالطعام الصحي بالرياضة بالدواء بالراحة إذا كان العلاج فكري لازم غير طريق التفكيري ولكن بكل الأحوال الله هو جزء من المشكلة إذا جزاز التعبير أو الأمور الروحية جزء من المشكلة وأكيد الله هو الجزء الأكبر في الحل كيف واحد أعطي بعض النصائح العملية الروحية بعدين بعض النصائح الليهوتية الرحية أعرف أن الله سيد نبدأ من هنا سوفيرانتي الله سيد ويتحكم بمجريات الأمور في حياتي ليش عم بيصير معي هاك فرق كبير إذا روضت فكري كل يوم ليه عم بيصير ليه زوجتي هاك ليه زوجتي هاك ليه ابني مريض ليه ابني مريض ليه ابني مريض إذا هاك فكر كل يوم بعد أسبوع بتنهار أعصابي لك إذا قلت له أشكرك يا رب وضعت شريكتي في حياة يساعدني أن أبذل نفسي لأجله كما أنت بذلت نفسك لأجله ابني مريض أشكرك يا رب بده يعيش سنة سنتين عشرة أنت حطيتني كون خادم كما أني أنا مريض يا رب وأنت تطيل بالك علي تريد أن تتمجد أعطني سلامك يا رب فإقبل أنك أنت كإنسان ممكن تمرد والمرض أو الضعف أو المعاناة أو المصيبة جزء من حياتنا البشرية إقبل لا تكون متواهم أنا مؤمنة صرت فوق الظروف وفوق الفقر وفوق المرض وتعرف النمط من التعليم الرائج هذه الأيام وهو جميل ويجد بالمستمعين لكنه مش صحيح ومضر على المدى البعيد إذا عندك أحد أقربائك في بيتك الفط نظره في محبي أنه ربما أنت تعاني منه أنا مراتي بإلى زوجتي مرتي أنا معرض تحت وطقة الضغوطات للحياة والخدمة بيوم الأيام يعني اخسرت لوز أو افقد طبعي أو إذا بتشعري كلامي أو تصرفي أو أفكاري غير صحيحة أرجوك بسبب محبتك لي أنذريني وقولي لي بإني أنا عندي مشكلة رح شوف طبيب فإقبل أنك تزور طبعي أقبل أن تأخذ علاج معين كلم الآخرين في محيطك بأنه عندك هذه المشكلة لا يعرف كيف يعملوك وربما هم محتاجين يروح يزور الطبيب أيضا أنا كنت وقد رحت لتخرج من يعني بشاتة الدكتورة بالكلية المسؤول عن الإختصاص اللي أنا درسته كانوا يفعا بيقول أنا عندي هذه الحالة العصبية حالة عصبية معينة ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder هذا الشخص ما بقدر يضبط نفسه وقال أنا بأخذ علاج طلعت لو عندنا البيئة العربية بخبوه وأحد يعرف هذا أستاذي وهو قال لنا عن مشكلته فخلينا نكون واقعيين في الحياة غير نمط ظروفك غير النمط حياتك وإن لم تستطع أن تغير ظرفك غير نظرتك لظرفك مرة قلت لشخص كان مكتئب جدا ومتوتر جدا قلت له أخي عندي لقلك هومورك بكرة من وقت اللي بتصح خد وراء وقلم قلت للمسة بكرة كل ما تتذكر مشكلة في حياتك أو ضعف أو شيء سيء بمحيطك بحياتك بجيبتك بصحتك بعمرتك بابن عمك بالبلد بالبرد بالتلج اكتبها كل ما تتذكر واحد تاني اكتبها لكن اقرأ اللي قبلها للمساء فقط وقل لي ماذا ستشعر تقول له النهار اللي بعده قال لي أبنا أكتبها من هلأ اكتأبت تقول النهار اللي بعده قول هاودي لو أجو على فكرك قول هاودي طبعا بارح اليوم أنا رح أعمل العكس من الصبح أول ما أفتح عيوني أقول إلهي حي يحبوني اكتبها يسوع مات لأجلي وأنا مقبول فيه أنا ابن لله أنا ظروفي وقتية مهما طالت الحياة الأبدية لي وتذكر البركات في حياتك نحن نقول النصف المليان الكبين قول فيه برد لكن عندي الشفاج في البيت قول أنا مالي محدود يعني أموري المالية محدودة ولكن أنا عندي سقف فوق بيتي يقول قلت له خبرني بالمسا شو بدك تشعر كيف نوجه أفكارنا لأجل ذلك بقول آية كتير حلوة بفليبي أربعة آية علاجية نقرأها مع بعض أظن أنه تدقل نقترب نهاية الحلقة أيها فيه قدامنا بقول بولوس الرسول في فيليبي أربعة ودبل تمانية أنا هيك بحفظ الأيات أربعة تمانية أخيرا نهاية رسالة فيليبي هي رسالة الفرح ذكر فيها كلمة الفرح والسرور ومشتقات خمس وعشرين مرة بأربعة صحات وبولوس الرسول كتب هذه الرسالة من السجن بدهاليز روما ومربوط بسلسلتين كتب أخيرا يا أخوتي كل ما هو حق بالآخر بقول بهذا يفتكروا فكر بكل ما هو حق لأن مرات تتيرين نحن نفكر بأمور مش عق أنا أجت آخرتي بكرة ما رح يطلع علي العالم سينقلب كورونا رح تقتلنا مش صح كل ما هو جليل لأنه قات تيرين نفكر بأمور دنية تليتي كل ما هو عادل كل ما هو صح أربعة كل ما هو طاهر كل ما هو مصر شي بفرح فكر بالإيش بفرح كل ما هو صيته حسنا إن كانت فضيلة إن كان مدح بريز مش أنت يا ولد بشكر الله أعطاني إياك هذه يفتكروا موضوع تدريب الفكر وقبول مشيط الله في حياتنا أنا عارف أنه الوقت أزف أسيس نيكولا بشكر رب من أجلك وبصلي من أجل خدمتك وعاوز أقول لكل المشاهدين فيك تشاهد الحلقة كمان على الفيسبوك إذا بتحب تعرف أكتر وأنا متأكد أنه الحلقة يمكن ما وفينا حقها لأنه واضح أنه في لسه كلام بس بصلي من كل قلبي إذا أنت فعلا بتعاني إذا عندك أسئلة بتحب نوجهها للأسيس نيكولا هو كمان متخصص في هذا الموضوع بكل سرور إذا ما عندك مانع نحول أسئلة المشاهدين لإلك في هذه الحلقة لكن عاوز أقول أحبائي غرض الله أنه نعيش بالسلام نمتلق بالفرح نغمر بحضوره نتمتع بحياته وبعدين ننمو في الرب يوم بعد يوم إحنا مش كاملين غاية الخلاص هو أن نكون مشابهين صورة يسوع هو مثالنا هو كمالنا هو جمالنا إحنا نحاول نتشبه بالرب يسوع المسيح ربي باركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر